نكمل مع أخبارنا النهاردة مجلس رابطة الدول الإنجليزي وافق على استحواز تحالف تود بويلي على نادي تشيلسي ده بعد طبعا القصة بتاعت إبرا موفيتش واللي حصل الرابطة قالت النهاردة في بيانة انها وافت على استحواز المقترح لنادي تشيلسي وخلاص تشيلسي بيبدأ عصر جديد عصر مليان أموال جديدة بس إبرا موفيتش كان بيدفع بحب كده وتحس يعني عمال يسرف يمين وشمال الإدارة الجديدة هل هتدفع أكتر هل هتسرف أكتر هل هتكلف وتشتري لعبين الأمور لسه مش واضحة بس التقارير الإنجليزية بتقول الإدارة الجديدة أيضا من الإدارات اللي بتسرف كتير طول ما فيه مانشنستر سيتي في الدولي لازم الكل يسرف تشيلسي على ليفربول على مانشنستر نايد كله يسرف لازم